احنا في باج سيس فاغب سابلي سابلي انا قريته قبل كده ده تصريفه كله مش هقرق تاني لازم نحفظ ايه هنا نحفظ الفاغب في الانفينيتيف في المصدر ونحفظ يعني الولد يروح كاتب لك الفاغب في المصدر في الانفينيتيف كده سابلي وكمان يسمع هو اللي يسمع كل ده مع نفسه يعني هو اللي يكتب جو مابيل انت ما تمليهوش حاجة انت هتكتبي هو هيكتب قصدي الفاعل كله بالضماير لازم يعرف يكتب جو ومابيل مع بعض من غير ما انتتنا ليه حاجة هتقول له يلا فاعل يدعى ويسمع سمعه هيروح كاتب الفاعل في الانفينيتيف وهيروح كاتب تصريف الفاعل مع البخنون كلها طيب هنا هو تشوزي هنختار هنبص على البخنون اللي عندنا جو وهنختار احنا لو حافزين هنختار تصريف الفاعل مع ايه سابل ولا مابيل ولا تابل وهكذا يبقى جو هنختار هو مفاش اي حاجة مفاش اي مشكلة خالص طيب هنا بقى نفس الكلام هنختار مع تصريف الفاعل المناسب طيب هنا هنا هنجاوب على الاسئلة دي يعني هنكتب الجملة كلها فهو لازم يعرف الجملة بتتكون من ايه فين اهم عناصر الجملة اللي انا شرحتهم في الفيديوهات بتاعة ضمير الشخصية وتبديل الفاعل بتاع تبديل الاسم الفيديو قصدي بتاع تبديل الاسم بالضمير لان احنا دلوقتي دخلنا في تصريف افعال فمش شرط يجي له جو تي يل ال قدام شوية كده هنقابل اسماء فانا كنت شرحه في الفيديو خليوهم يتفرجوا عليه اكتر من مرة ازاي يبدل الاسم بالضمير عشان يصرف الفاعل مع صح ماذا سناولا كمان تلسابل من مديني الاسم دانيل يعني انا سأجب كintage سى تبديل في سؤال كمان هاتف مديني غامي طب اتفل كسيون في السؤال انت في السؤال حقا و بتقول لي ايه انا يبقى تفل السؤال هتبقى جو في الاقابة طيب تي كمعها فرصة بلي مع تي بيبقى تتابل طب مع جو ينفعني ينزل تاني تابل لأ طبعا ما ينفعش وما الا يحصل انا كتبت هنا جو يبقى اكتب جو ما بل جو ما بل يبقى تابل في الهجمي فى جو ما بل فى الهجمي ورق readyぷ رامي هل كمن تعفل يسمى إسماء عيس ما عاليس هل سفى الوال ويجبر تنزي من هل فى الهجمي للسج هل سفى الهجمي للهجمي للسقه وربي الله ينزي هل ساپل آل إلاجه حسني هل سفى الأشخاص الهجمي لاتندل هي رفا رفا رأمس هل ساپل فى الأشخاص الهجمي لغيرها في الرافا ربط همالقيه اللي بيدغير شكلهم. هتبقى. دي الصفحة اه ستة. ندخل على الصفحة التانية. هنا المقطع او او. بونجور. كل كلمات دي حفظ. بونجور. بولي. مونير. فؤاد. جو معنا. وهكذا انا قلتهم قبل كده. طيب هنا. هنا هنكمل الحروف اللي نقصه. وهنا بيأكد لنا على الصوت بتاع ال او. طيب هنا بيقولي. يعني ابحث عن ثلاث كلمات فيهم المقطع او. عشان كده قلت لكم الكلمات دي لازمنا نتحفظ كلها حتى الاسماء كمان. تمام. فحنا هنكتب هنا بنفسنا اي كلمات اه تحتوي على سيلاب او. طيب. اجب. هنجاوب طبعا. وحنا قلنا قبل كده هيعمل ايه? مفروض بقى او يجاوب لوحده. كلا جاتي. كلا جاتي يعني عمرك قد ايه? تمام? فطبعا اتي هتبقى في الاجابة جي انا عندي اللي هي دي. بصوا. بصوا على دي كده. اللي تحت جمع باله هنا هو. جي انا عندي. هي دي اللي هجاوب عليها على السؤال ده. انا عندي واكتب كم سنة بقى. الكلام سنين نوفم. تمام? او ويتون اللي عنده تمانية. فالكستيون ده هو حلوهن. فالسئلة لازم انت تتذكر بالحروف. سؤال وايجابة. هنا بيقولي كمبليت. جو سوي زو. انا بكون في في ايه? كل ده موجودة صفحة اللي قابليها. تمام? اللي هي باجة سانك خمسة. انا بكون فيها. كملوا بقى. انا مش عايز اجاوب عشان الاطفال اللي هتسمع الفيديوهات. جو سوي زو. انا اللي بصفحة كده ونشوف الجملة ونذاكرها الاول. وبعد ما نذاكرها كويس قوي. نجاوب عليها الوحدين. جو سوي زو. انا بكون في. جو مابل. انا اسمي. انا عندي. هنا هنكتب كلمة مذكرة مسكولا مفرد. وهنا هنكتب حاجة او اسم او كلمة في ميناء مؤنسة مفردة. هنا كلمة مفرد مذكر. هنا كلمة مفرد مؤنس. لان معناها واحد. معناها واحدة. دول ادوات هنشرحها بعد شوية. بس انا اديت اهو ترجمة بسيطة ليها واحد واحدة. بونجور هنكملها. جو مابل بولي هنكملها. دول الدبل باج سيس و ست. هواقف الفيديو ونعمل فيديو جديد بدبل باج جديدة.